عربيا بدأ العاهل الاردني الملك عبدالله الثاني زيارة الى الضفة الغربية بلقاء الرئيس الفلسطيني محمود عباس والتي تعد الاولى منذ خمس سنوات وتأتي الزيارة بعد توترات والاحداث الاخيرة في المسجد الاقصى واغلاقه من قبل الاحتلال الاسرائي حيث استبق العاهل الاردني زيارته بتصريحات في عمان قال فيها ان مستقبل القضية الفلسطينية على المحك وان الوصول الى حل يزاد صعوبة مؤكدا انه لن يكون هناك اي اختراق في عملية السلام اذا لم يكن هناك التزام امريكي بدعم التوصل الى حل للقضية الفلسطينية داعيا الى مضاعفة الجهود والعمل المكثف مع الادارة الامريكية لتحقيق التقدم الضروري خلال المرحلة المقبلة اشتركوا في القناة